ارتفع إجمالي الخسائر التي تكبدتها شركة الكهرباء الوطنية إلى 682 مليون دينار في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي وذلك بسبب انقطاع الغاز المصري عن محطات توليد الكهرباء في المملكة سبع مرات منذ بداية العام وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الستوديو الدكتور أحمد لحيصات مدير عام شركة الكهرباء الوطنية السابق أهلا وسهلا بك دكتور أحمد شرفتنا بالبداية نحكي رأيك بهذا الموضوع الخسائر التي تكبدتها شركة الكهرباء الوطنية بسبب انقطاع الغاز المصري يعني الرقم كبير جدا متوقع حتى نهاية العام أن يتجاوز المليار دينار نعم وللأسف أنه في تصاعد مستمر مع مرور الوقت حتى مع عدم انقطاع الغاز المصري مع تزويد الغاز المصري الخسائر المستمرة السبب ارتفاع أسعار البترول طبعا وانخفاض كميات الغاز عن الكميات المتعاقد عليها الاتفاقية مع الجانب المصري تنص على تزويدنا بكميات ما تسمى الكميات التعاقدية الأساسية وتم توقيع اتفاق لكميات إضافية مجموعها في اليوم حوالي 340 مليون قدم مكعب من الغاز منذ بداية عام 2010 بدأت مصر تخفض الكميات لأسباب ربما مشاكل فنية ربما عدم توفر الغاز ومع الأحداث التي حصلت في مصر منذ بداية عام 2011 الكميات في حال عدم في خارج فترات التفجير كانت لا تتجاوز 100 مليون قدم مكعب من 340 إذن انخفضت إلى أقل من الثلث ومعلوماتي أن الجانب المصري الآن حتى مع الترتيبات الجديدة حول السعر الجديد تناسى موضوع الكميات الإضافية والتالي نحن نتكلم عن سقث 230 تقريبا مليون قدم مكعب لكن عمليا ما تم تزويده خلال فترات خارج فترات التفجير لم يتجاوز 100 مليون ربما يعني معلوماتي لا أدري دقيقة أو لا في بعض الحالات كان يصل إلى 150 لكن حالات قليلة جدا هذا رتب خسائر حتى نفهم الموضوع الآن كلفة الكيلوات ساعة على الكهرباء الوطنية حتى مع السعر الجديد للغاز المصري حوالي 40 فلس عندما ينقطع الغاز المصري يلجأ إلى الديزل والزيت الوقود وبالتالي تكلفة كيلوات ساعة تتجاوز 125 فلس فرق طبعا نعم بالمقابل تقوم شركة الكهرباء الوطنية ببيع الطاقة الكهربائية لشركات التوزيع لتوزيعها على المواطنين بمعدل بيع 47 فلس هذه الأرقام استخرجتها من موقع شركة الكهرباء الوطنية طبعا وبالتالي الخسائر اليومية تقريبا ثلاث ملايين دينار إذن في الشهر نتكلم عن 150 مليون دينار وبالتالي الأرقام مرعبة ومفزعة فائلة يعني فعلا وخصوصا بعدين احنا داخلين على موسم الشتوية والشتوية اجت أبكر هالسنة مع الشتوية طبعا يتصاعد استهلاك الطاقة الكهربائية وتتصاعد الخسائر وبالتالي الرقم هو مليار وأعتقد ربما نتجاوزه قبل نهاية الان طب دكتور نحكي عن إمكانية وجود بدائل غير مكلفة بدائل نظيفة غير نعم يعني البدائل في حالة الأردن معروفة والاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة اللي تم مراجعتها في عام 2007 من خلال لجنة ملكية شكلها جلالة الملك وتشرفت بعضويتها حددت هذه البدائل لكن للأسف التنفيذ بطيء لماذا برأيك؟ لا أدري ربما هناك ظروف موضوعية ربما لا أدري لكن أنا انطباعي أنه التنفيذ بطيء وإذا تكلمنا عن البدائل فهي كالتالي الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة بشكل أساسي هي طاقة الرياح والطاقة الشمسية وما يسمى بالبيوماس اللي هي الطاقة الحيوية في عام 2007 أعتقد طرحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عطاء لبناء محط الطاقة بالرياح في جرش بقدرة حوالي 40 إلى 50 ميجاوات وللأسف لليوم لم يتم حالة العطاء طبعا ربما هناك أسباب موضوعية لكن برأيي مهما كانت هذه الأسباب لا تبرر هذا التأخير أيضا طرح عطاء آخر لبناء محط التوليد في الطفيلة في الفتيج بقدرة 90 إلى 100 ميجاوات وأيضا ربما العمل يجيء يسير بشكل بطيء فيما يتعلق بالطاقة الشمسية حتى الآن لا توجد خطط محددة مشاريع محددة لكن وزارة الطاقة والثروة المعدنية أعلنت منذ فترة عن دعوة الشركات والمستثمرين لإبداء الاهتمام ببناء محطات صغيرة الحجم في مختلف مناطق المملكة على أن يحدد المستثمر التكنولوجيا هل هي رياح هل هي شمسية والشمسي طبعا النوعين اللي هي الفوتوفولتك والشمسي الحراري واستلموا الرسائل الاهتمام لكن لا أدري يعني لحد الآن أعتقد أنه لم يتم شيء فأعتقد في هذا المجال يجب أنه نسرع الخطأ يعني هناك تباطؤ كبير وواضح من هذه الناحية أعتقد فيه نسمع على مبالغ مرئبة اللي أنت عم تحكي فيها يعني أنا الأوان للتصرف في عنا بدائل موجودة ومتاحة ولا تنضب لسه في بدائل أخرى طبعا أهمية يعني لو تكلمنا عن طاقة الرياح يعني معلوماتي أنه العرض اللي وصل لوزارة الطاقة كان يعني يحوم حول 100 فلس للكيلو واطساعة إذن أقل من تكلفة إنتاج الكهرباء من الديزل أو زيت الوقود بأسعار البترول اليوم طبعا ماذا لو ارتفع البترول أكثر إذن أعتقد أنه يجب فورا السير في موضوع طاقة الرياح يعني دكتور أحمد الحقيقة أنه الموضوع يطول الحديث فيه وأكيد رح يكون إن شاء الله إلنا لقاءات تانية معك وبدأ أشكرك كل الشكر على هذا الحديث القيم الوقت تهمنا فسوف نتوقف مشاهدينا الآن مع فاصل ومن ثم نعود لنتابع أداء الأسواق وكل الشكر مرة أخرى لدكتور أحمد الحيصات مدير عام شركة الكهرباء الوطنية السابق إذن فاصل ونعود موسيقى 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 موسيقى